نذهب إلى مؤتمر للرئيس أو كلمة للرئيس التركي رقب طيب أردوغان من كرمان مرش في ذكرى مرور عام لوقوع الززال المدمر إلى هناك وهذا ضاعف من أثر أززال إذ أبتلئ حديثي فإني أستحضر مواطنين 5335 نستذكرهم بالرحمة والغفران وبتلاوة الفاتحة على أرواحهم والآن إن شئتم لنطل الفاتحة على أرواح شهدائنا آمين ديسن هب بردان ييتلان ليؤمن كل الأغرار والأبطال الله أكبر الله أكبر كذا صدحت أرواح الشهداء الله أكبر الله أكبر هذا البيت الذي قاله شاعرنا الوطني محمد عكف في قصيرتي التي كتب علي أجل الشهداء بهذا البيت نستذكر الشهداءنا بالتكبيرات وبالدعوات سنبقي ذكر شهدائنا أحياء في قلوبنا نسأل الله بحرمتي ليهة المعراج التي ندركها هذه الليلة أن يتغمّد شهدائنا بعفوه وغفرانه من هذا الزلزال تضرر كل مواطنين وعلى رأسهم أولئك الذين تضرروا بشكل من بشكل من بشكل من أزلزال أصلا الله لهم السلامة أحد مميزات شعبين عريقا هي أنه يشترك ويشارك بعضهم بعضا في الأتراحي كما في الأفراحي فيكونون قلبا واحدا وعلى قلب رجل واحد الصبر والأمل والصمود والتضامن والتساعد والتضحية هذه الخصال أكثر ما تلزمنا هي في مثل هذه الشدائد لله الحمد شعبنا في زلازل السادس من شباط نجحت في هذا الامتحان الصعبي كارثة العصر نجحنا في تلافيها بتضامن العصر 11 محافظة و124 منطقة إدارية تأثرت من هذه الكارثة وفي مقابلتها فإنه قليل جدا من الدول والمجتمعات من كان يمكن لها أن تصمد كفعل بلادنا في الدول الأخرى كم شهدنا دولا بقية سنوات تواجه زلازل وكوارث بمثل هذه الكارثة لله الحمد نحن في الزكرة الأولى السنوية الأولى لهذا الزلزال ندرك هذه الزكرة السنوية ونحن قد نهضنا بجزء مهم من مدننا هذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر